فيما واشنطن منهمك باستحقاقها الداخلي وفي ظل احتدام الحملة الرئاسية بين كامالا هاريس ودونالد ترامب الذين يلتقيان بنيمين نتانياهو خلال زيارته الامريكية اقتحمت بكين مجددا ميدان الشرق الاوسط تماما كما فعلت حين انجزت مصالحة سعودية ايرانية بشكل مفاجئ اما هذه المرة فالانجاز الصيني مصالحة فلسطينية فلسطينية حيث كشف وزير الخارجية الصينية عن توقيع ما سماه اعلان بكين بين 14 فصيلا فلسطينيا لتشكيل حكومة مصالحة وطنية مؤقتة لادارة غزة بعد الحرب وفي وقت لاحق اعلنت حماس على لسان القيادي موسى ابو مرزوق انها وقعت مع فتح وفصائل فلسطينية اخرى اتفاقية للوحدة الوطنية اما على المقلب الاسرائيلي فالتخبط لا يزال سيد الموقف حيث ابلغ رئيس الوزراء الاسرائيلي عائلات رهاء محتجزين في قطاع غزة بقرب التوصل الى اتفاق سيضمن اطلاق اقاربهم وقال نتانياهو للعائلات التي التقاها في العاصمة الامريكية الظروف تتحسن بلا شك وهذا مؤشر جيد من دون ان يشرح ما هي الظروف واين التحسن المقصود وبالانتقال الى شأن الداخلي اللبناني لا عنوان سوى الفراغ ما خل الكلام عن محاولة جديدة لفرض تسوية رئاسية حكومية رفضتها سابقا قوى مسيحية اساسية فضلا عن طروحات لحل اشكالية رئاسة الاركان